كشف ذراعك الأيمن في أول ثلاثة أشواط من الطواف والمشي السريع فيها سنة من السنة بس ما تعرف أنه فيه سنة مستحيل قد سمعت فيها وهي تغبير الأقدام بالرمل في أول ثلاثة أشواط من الطواف طبعا أغلبنا يحرص على أول سنتين الحمد لله لكن تغبير الأقدام فهو شبه مستحيل في يومنا الحال لأنك بكل بساطة لو تشوف اللي حول الكعبة الحين مستحيل تلقي طلاب مستحيل تلقي رمل صعب جدا جدا أنك تطبق هذه السنة في يومنا الحال لأن المكان اللي حول الكعبة كل بلاط بس ما موضوعنا هنا السنة هذه كلها وراها قصة عجيبة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعدما قرروا أنهم يخرجون للعمرة ومشركين مكة قد ناسيوا أصلا أن بينهم عهد فحصل لهم منقف لا يحسدون عليه حصل فيه زي سوء التفاهب فبسبب اللي حصل للمسلمين في قصة اليوم أصبحت هذه الأمور اللي قلت لكم إياها سنة نتعبد الله سبحانه وتعالى بها إلى يومك هذا في إيش هي قصة اليوم وإيش علاقتها بهذه السنة اللي نشوفها اليومك هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إياكم الله وإياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثوكم يا رب العالمين كيف حالكم إن شاء لكم خير وأموركم إن شاء الله طيبة قصة اليوم لا علاقة كبيرة بصلح الحديبية أخلب الأحداث اللي حصلت في صلح الحديبية لا علاقة في قصة خلوني أرجع أراجع معكم الأحداث على السريح النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ستة خرج عشان يبقى يعتمر كان قاصد مكة فيما توجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رفضت قريش إنهم يدخلون يعتبرون قالوا مشركين قريش لا محمد ما يخش من بين كل القبع فحصل بينهم مشادات والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأنهم يبايعون بيعة الموت إنهم يقاتلون حتى الموت خلاص بس الله سبحانه وتعالى رحمهم وحصل بينهم وبين مشركين قريش هدنة سلام بشروط لمدة عشر سرمات وكانت واحدة من هذه الشروط بأنهم ما يعتمرون ديك السنة ويرجعون لهم في سنة سبعة حجرية يعني بعد سنة كاملة في السنة المقبلة يقدرون يعتمرون أما في ديك السنة فممنون فوافق النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا المسلمين للمدينة ودامك الحين فهمت إش سالفت صلح الحديب وإش اللي حصل فيه بشكل مختصر خذ لك شي تاكله ولا تنسى التابعني على كل السوشال ميديا وكتب أنا ساكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أترى لك منذ من طول بسم الله نبدأ يوم صلح الحديب اللي كان سنة ستة حجرية منعوا كفار قريش المسلمين من العمر واتفقوا على أن المسلمين يأجلونها للسنة الجاية بالتحديد في شهر دل القعدة يعتمرون في ثلاثة أيام بقط فعليا مرت سنة وجاء الوقت اللي كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر ولكن كان في مشكلة أن مشركين قريش نسيوا هذا الشرط بأنهم يرجعون بعد سنة لأنه طبيعي كان الأمر ما يخصهم يعني دام الأمر ما يخصنا فبكيفهم يعني هامشين وما راح يتعمرون في هذه السنة فجاء الوقت فعليا اللي كانوا ينتظرونها الصحابة بفارغ الصبر ومشركين قريش نسيوا الموضوع كامل ما كان فيهم أحد متذكر أبدا في يوم جاء ذاك الوقت أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنهم يتجهزون للعمر ويلومون أغراضهم للسفر يعني فقاموا الصحابة يرتبون أغراضهم وكل واحد مقادر يمسك ابتسامته من الفرح كانوا مرة متحمسين بس النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأمر طفت هذه الابتسامة من على وجه الصحابة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ما يروحون فارغين اليدين يحملون معهم السلاح والدروح يعني مثل من تطالع للعمرة تطلع برضو كأنك طالع للحرب أنتوا لابسين الإحرام ولكنكم شاهلين السيوف طالعين كجيش معتمرية كيف يا رسول الله بيننا وبينهم هدنا وعادك بس النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن يخشى غدر قريش به فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شيء لا يعرفون الصحابة فالله سبحانه وتعالى آتى محمد صلى الله عليه وسلم الحكم فلم الصحابة دروعهم وسيوفهم وتجهزوا كأنهم جيش وأخذوا كل ما يحتاجون للعمرة يعني بيد أدوات حرب وليد الثانية أغراض العمرة فكان على حماسهم للعمرة كانوا جاهزين للموت في سبيل الله بس ما كانوا عارفين إش اللي راح يواجههم في الطريق ألمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك من المدينة متوجه لميقات ذي الحليفة وصلوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميقات وأحرموا وتجهزوا للعمرة وهذا الشيء ذكرهم بصلح الحديبية وإش اللي حصل في صلح الحديبية بس هذه المرة كانوا جاهزين للقتال في صلح الحديبية ما كانوا متوقعين أن فيه قتال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بدون أسلحة بس ذي المرة أخذوا معهم السلاح فبعد ما أحرموا قدم النبي صلى الله عليه وسلم بعض فرسان الصحابة فأمرهم أنهم يسبقون لمكة وكان قائد هذه المجموعة من الفرسان محمد بن مسلمة رضي الله عنه انطلقوا هذول الفرسان وتقدموا فعليا وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أما باقي الصحابة تجهزوا وأحرموا وأخذوا أسلحتهم معهم وكانوا مستعدين لأي غدر من قريش فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ولبه ولبوا الصحابة معه طبعا الخيول اللي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة وكانوا مسرعين ومتقدمين يشقون الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أشكالهم مرعبة يعني اللي يشوفوا من هناك يقول هذا جيش أشكال محاربين مدججين بالأسلحة فكانت وظيفتهم يشقون الطريق ويشوفون الأماكن الكويسة للراحة للنبي صلى الله عليه وسلم المهم هذه الخيول رايحة لمكة مروا بوادي اسمه وادي الظهران وكان هذا الوادي فعليا كويس وفيه الضل والماء يعني مكان مناسب لمبيت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لسوء الحظ كان في هذا الوادي بعض أهل القريش كانوا جالسين في عذاك الوادي فناظروا إلا والله بخيول كثيرة مدججين بالأسلحة ومتوجهين لمكة بس الصحابة هم شافوا هذا الوادي وكيف أنه مناسب للمبيت قرروا أنهم يتفقدون هذا الوادي فدخلوا هذا الوادي فشافوا مجموعة من أهل القريش فأقبلوا على هذول النفر من قريش فيهم قربوا الصحابة ناظروا قريش إلا والله أنهم أصحاب محمد ذا محمد بن مسلم وذا بشير بن سعد والله عرفوهم ومدججين بالأسلحة عز الله أنه في شيء متخبي وأنهم ناوين على غذر قاموا هذول النفر من قريش وقالوا للصحابة هلأ وين رايحين اش في أشكالكم كده ورايحين وين يعني ومسوين أن الوضع طبيعي وأن الوضع يبطل الآن الصحابة على نياته كانوا يفكرون أن قريش باقي متذكرة أن بينهم عهد متذكرين أنهم أجلوا العمرة لدي السنة فردهم كان معقول بالنسبة لهم فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح عليكم هنا إن شاء الله طبعا خلصوا من آخر حرف إلا بعيون دولة النفر وملاحهم تغيرت ضربت وجيههم محمد بيغزونا هذا اللي يفهمون جافع قولهم بأن محمد غدر وأن أصحاب محمد الحين ما راح يتركونا في حان فقاموا هذول النفر وشردوا هرى في منظر غريب جدا للصحابة رجعوا هذول النفر لمكة دخلوا مكة وهم يصيحون محمد غدر محمد غدر خلاص فريش وقتها قالت كيف كذا يغدر بنا والله ما غدرنا ولا سوينا شيء ولا نقضنا ولا عهد ولا سوينا شيء أبدا ليش يغزونا ما عهدنا على محمد الغدر هذي مين من صفات محمد فأكيدنا سوينا شيء غلط حين في شيء متخبي قاموا بعض مشركين قريش وقالوا والله يا محمد إن نقولنا لك هو ما يغدر بس إنه ما يبغى لا يقاتلنا انتهى موحاجبة وضع السلام ذه لأنهم نسيوا أن بينهم عهد وإن جاء الوقت اللي مفروض أن المسلمين يعتملون فيه وصل النبي صلى الله عليه وسلم لوادي الظهران وكان فعليا مكان مناسب للمبيت فاسترح النبي صلى الله عليه وسلم فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم على العهد اللي نسيتها قريش فبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في ذاك الوادي وما كانوا يدرون إش اللي قاعد يصير في مكة كانت مكة مقلوبة أهل قريش بينجنون قريش تجهزوا للهجوم وأرسلوا عيون لوادي الظهران وكانوا على أحرب من الجمر ينتظرون هذول العيون يرجعون فأول ما رجعت العيون هذه لقريش قالوا ما شفنا الجيوش يا رجال ما شفنا الرجال نحاف جدا وهنتهم الحمى أشكالهم تثير الشفقة نحاف والصحابة فعليا كانوا نحاف في ذاك الوقت من كثرة القتال في سبيل الله والسفر يكفيك إن في هذه الفترة فقط فتحوا خيبر خيبر يا رجل اللي ما قدر أحد يفتحها وكانوا جميع يهابها وكانوا الصحابة نحاف وكانت عجسامهم نحيفة مرة طبعا استهزاء وكلام قريش هذا وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بيتين بذاك الوقت كيف إنهم كانوا يستهزئون بضعف أجسامهم وإنهم كيف كانوا يعتقدون بأن من ضعفهم وقلة حيلهم إن أصابتهم الحمى فاشتفق البعض الصحابة الغيرة لإخوانهم فقاموا وقالوا يا رسول الله لو طرحنا بعض جمالنا وخيولنا خلنا ناكل بعض من دوابنا ذي ناكل من شحومها ولحومها ونسمع لحن ندخل عليهم وحن فينا نشاط وصمنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن ائتوني بفضل أزوادكم يعني كل واحد يعطيني بقايا أكلها الباقي من أكلها فقط فسمعوا الصحابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد جاب بقايا أكلها جمعوها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا لهم بالبركة فيه شفتوا النحيف مرة كيف إنها حتى أضلاعت بان يقولون الصحابة أكلنا حتى تضلعنا شباعا يعني اختفت أضلاعهم من السمنة وبقي من أكلهم الكثير واللي بقوا لباقي الطريق فكانت دي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بذاك اليوم المهمة إن بعد ما بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي الظهران تقدم بالصحابة لمنطقة قريبة جدا من الحرم كانت مرة قريبة منها قريبة لدرجة أنهم يشوفون معالم الحرم منه من هذاك المكان طبعا المنطقة دي كان اسمها يأجج ما بينها وبين الحرم إلا ثمانية أميال يعني مرة قريبة طبعا كانوا الصحابة رضي الله عنهم يشوفون معالم الحرم والمشركين من الجهة الثانية يشوفون الصحابة يشوفون الصحابة هم في ذاك المكان يعني الجهتين كانوا ينظرون ببعض بس شافتهم قريش بأنهم محرمين هنا استوعبوا قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاي عشان يعتمر تذكروا العهد اللي بينهم واستوعبوا اللحظة قالوا يا ولد حن نسينا كنا نفكر بأنه بيخضر بس يمركزوا مشركين قريش شافوا الصحابة معهم أسلحة مددجين بالأسلحة والدرو فقام بعض مشركين قريش يحر يبغي ينشئ الفتنة من جديد قالوا لا يكوننا مسوي نفسه مأتمر وبيجي يذبع فينا هنا هو ما هو جايب معه السلاح إلا في نيته غدر فرجع فيهم الشك من جديد فجرسوا يفكرون في شي سوونا فقالوا ما معنا إلا نتكلم معه لازم نرسله شخص عشان نعرف إشي اللي في نيته فأرسلوا رجل منه كان اسمه مكرز بن حفص فقام مكرز بن حفص وقال أنا أروح له وأنا أتكلم معه أنا حال المشاكل خلوني أنا أروح قالوا خلاص مكرز بن حفص يروح له بس انتبه يا مكرز لا تروح لوحدا خذ معك ناس لا يكون ناوي فعليا أنه يغدر وتكون أنت أول من يطيح فينا فوصل مكرز للرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد والله ما فيه قريش صغير ولا كبير شاهد عليك الغدر أبدا حنا نعرفك يا محمد ما تغدر أتدخل بالسلاح على قومك أقد شرطت عليهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر ويصد بسلاح المسافر يعني السيف وغمته فقط يعني السيوف فقط كان مسموح فيها في العالم فرد النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل عليهم السلاح قال هذا اللي عرفناك بها يا محمد البر والوفاة عرفناك بالصدق يا محمد ياخي ما فيه أحد مثلي تنرفس انفحس من تصرفات قريش شفت اللي مسوي بريء بس المشاكل كلها من تحت راسة اللي يتدمر من المشاكل هو اللي ينشئ المشاكل يا خشي مستفز طبعا يوم رجع مكرز لقومه علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل بالسلاح إلا سلاح المسافر اللي هو السيف وكان كل هذا يصير والصحابة رضي الله عنهم والنبي يشوفون مكرز بس في منظر صادم طلعوا قريش للجبال وكانوا الصحابة يناظرون شفيهم طلعوا للجبال تذكرون العيون اللي أرسلتها قريش قبل كذا يوم رجعت أفشوا خبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا مصابين بالحمى طبعا هذا خبر غير صحيح بس من باب الاستهزاء لكن هذا الخبر تفشى فطلعوا مشركين قريش للجبال يعني نوعا من الخوف من العدوى بس أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بأنهم طلعوا خوفا من العدوى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إنهم يغبرون أرجلهم بالرمل قبل النزول للعمرة والسبب وراء هذا الشيء عشان يبان أنهم نشيطين ولا بهم عمى وإنها شوف رجولنا مغبرة من قوة المشي وإنها أقوية وما فينا إلا العافية وترك النبي صلى الله عليه وسلم الأسلحة ووكل عليها بعض الصحابة طبعا قريش يوم طلعوا الجبال طلعوا من الجهة الشمالية وطبعا وهم فوق الجبال الصحابة بيكونون تحت وما يعرفون إش نوايا قريش يعني والصحابة رضي الله عنهم خايفين عن النبي صلى الله عليه وسلم يجي سحم أو يغتال من أول مرة أحد يحاول إغتال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر هذا أخفون منها الصحابة في يوم نزلوا الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم للحرم كانوا كل الصحابة ماسكين على سيوف جاهزين للقتال في أي لحظة خايفين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في وجيههم غلظة وقوة وشدة تجمعوا الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا عليه طبعا هذا باقي ما نزلوا للكعبة في طريقهم للكعبة وكان وقتها النبي صلى الله عليه وسلم على راحلة متجه للكعبة وكان يقود هذه الراحلة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقام عبد الله بن رواحة يرتجز يعني يقول الشعر يقول بصوت حالي ويقول في هذه الأبيات خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهامة عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله يا ربي إني مؤمن بقيله طبعا عمر بن الخطاب أنكر أنكر على عبد الله بن رواحة وقال له يا عبد الرواحة أنت تقول الشعر في حرم الله وتقود رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقل له يا رجل عمر بن الخطاب كان شديد على الحق رجل حريس على الحق رضي الله عنه فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر خلي عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نظح النبل يعني هذه الأبيات قاعدة تصيب المشركين بالأذرة ذية قوية أقوى من أذية اختراق السام لأجسادهم وبعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة أراهم اليوم من نفسه قوة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراعه الأيمن بنفس الطريقة اللي نشوفها في أيامنا الآن عشان يوري المشركين قوتهم وأنهم مهم بضعاف كما هم يدعون فكشفوا الصحابة رضي الله عنهم عن ذراعهم الأيمن مثل النبي صلى الله عليه وسلم ورجولهم مغبرة بالرمل كل هذا عشان ما يبينون ضعفهم لهم فطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة وكانوا يطوفون بسرعة كانوا يسرعون في المشي وهذه من السنن إلى يومك هذا كانوا يسرعون بالخطى أمام المشركين عشان ما يبينون لهم ضعف أبدا وكانوا المشركين يشوفون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الجهة الشمالية زي ما قلنا لأنهم كانوا من جهة الشمال فكانوا يطوفون الصحابة بكل نشاط وسرعة ويبدون قوتهم أقوى ما عندهم فإذا اختفوا عن المشركين وراء الكعبة من الجهة الجنوبية هدوا سرعتهم وارتاحوا شوية يعني يهدون سرعة مشيهم وهذا المكان هو ما بين الركن اليماني والحجر الأسود وهي سنة من السنة إلى يومك هذا إذا جيت تطوف بالكعبة تطوف بسرعة في أول ثلاثة أشواط وتهدي سرعتك ما بين الركن اليماني والحجر الأسود سبحان الله هذه الأشياء نطبكها بس ما نعرفش القصة وراها يعني إلمهم أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم خلصوا كل نسك العمراء كانوا الصحابة دائما حول النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يجبون الهدي وذبحها حلك شعره صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة اللي كانوا يحرسون الأسلحة بأنهم ينزلون ويعتمرون ويحل مكانهم ناس من الصحابة خلصوا عمرتهم وبات النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة أيام من بعد سبع سنين ما شاف مكة أبدا ومن المواقف اللي حصلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فاقترحوا بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم منه يدخل الكعبة ودخل الكعبة يا رسول الله بس النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عجيب قال لا رفض وكان رفض النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الكعبة عشان كان فيها أصنام وصور مو لأنها حرامة كانت مليانة بالشركيات جاء اليوم الثالث وتجهز الصحابة للرجوع للمدينة طبعا كان في هداك الوقت خالد بن الوليد رضي الله عنه هزال من المشركين ما أسلم باقي فبعد ما خلصت الثلاثة أيام وصلت لخالد بن الوليد رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم ففتحها وانصدم من اللي فيها إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم في الحلقات الجاية بنعرف إش هي الرسالة هذه وإش اللي حصل بعد هذه الرسالة إذا وصلت إلين هنا لا تنسى تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدها تروح تشوف باقي سلاسل هذه القناة في ثلاثة سلاسل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صغفرك وأتوب إليك بتوعشوني أشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر